توقون لحياة مجهولة الوجهة حتى لو كان العبور بالموت وحتى بعد تعاقب المشاهد المريبة لحوادث غرق السفن المهاجرة عشوائيا متراصون تطلاطمهم الأمواج وتنفجع عليهم في عديد المرات ليبتلع المتوسط العام الماضي أكبر الأعداد ليس للشباب فقط فكان للعوائل حضور مخيف بين الفارين من جحيم العيش في غزة ولتزال الجماعات المجهولة تستغل ضعف الشباب المهاجرة ووهنهم في بلادهم واندفاعهم للهروب إلى حواف الموت كيف ذا حين يتساوى الموت مع الحياة هنا في هذا السجن الكبير الذي يتلو عليكم أرقاما صارخة حسب الإحصاء المركزي هذا العام لنسبة الفقر حيث بلغت 53% والبطالة 46% لكن بين الخريجين نحو 70% أما انعدام الأمن الغذائي وصلت نسبته أكثر من 64% ونسجل الكثافة السكانية الأعلى في العالم وتتراكم سنوات الحصار والانقسام ويضيع عض الاعتداءات الإسرائيلية على كثرتها واختلاف مسمياتها كل هذا حول غزة مرتعا للآفات الاجتماعية وأرضا خصبة للهجرة المخيفة التي إن لم تتحقق للجميع فهي حاضرة بنية لأعداد مهولة قراءات السنوات الفائتة ورمادية الحاضر وضبابية المستقبل للشباب والعوائل جعلتهم يبحثون عن حلم الموت المتمثل بالهجرة بأبشع السورها حين تكون هذه المفاضلة مع واقع أحوال غزة مع ندرة وظائفها وتدميرها بالحروب الإسرائيلية بين وقت وآخر وإزهاق الأرواح فيها وتكدس الجرحى بإعاقاتهم الدائمة وتكبير الحركة عبر المعابر الأشخاص والبضائع وتدمير المنشآت الاقتصادية وإغلاق مئات المصانع وتوغل الإنقسام السياسي والمكاني الذي ضيق حتى على الأنفاس من غزة إسلام الزعنون تلفزيون فلسطين